اشتركوا في القناة وثلاثة وتسعين سباقا والذي اقيم في شهر مارس الفين وتسعة عشر والذي يعد اول سباق ينظمه الاتحاد البحريني لالعاب القوى يقام في الشرق الاوسط وحظي باعجاب واشادة الجميع كما هنأ جلالة الملك المفداس مو الشيخ خالد بن حمد الاخليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الولمبية البحرينية بهذه المناسبة واشادة جلالته حفظه الله بهذا الانجاز الرياضي المتميز الذي يضاف الى الانجازات والنجاحات العديدة التي تحققها المملكة على صعيد استضافة مختلف السباقات والبطولات الرياضية الكبرى والذي يسهم بدوره في تعزيز المكانة الرفيعة التي تحظى بها مملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية مثمنا جلالته العمل الدؤوب الذي يقوم به سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد وجهود سموهما الدؤوبة في خدمة الرياضة البحرينية ووضع الخطط والبرامج بهدف الارتقاء والنهوض بمختلف الألعاب الرياضية وبخاصة رياضة ألعاب القوى التي أثمرت عن تحقيق العديد من البطولات الرياضية كما هنأ جلالته رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى السيد محمد عبداللطيف بن جلال بهذا الإنجاز المشرف الذي تحقق للمملكة منوهن بجهود الاتحاد في الارتقاء برياضة ألعاب القوى البحرينية لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الإقليمي والدولي اشتركوا في القناة